رغم أن التعليم إجباري ورغم أنه مكفول دستورا إلا أن في مناطق نائية بولاية باتنة هناك أطفال تجاوزوا سنة مدرس لكثير لكنهم لم يدخلوا المدرسة يوما بسبب عدم المدارس وغياب النقل المدرسي مرسلنا من ولاية باتنة سعيد حريقة كشف جانبا من هؤلاء وبعث لنا بهذا التقرير رغم تجاوزهم السن القانوني للدراسة إلا أنهم لم يدخلوا المدرسة يوما والسبب ظروف مهربة من زمن القرون الوسطى في قرية تفتقر لكل ضرورية الحياة هنا في منطقة ابن مخلوف بين بلدية حيدوسة وعين التوتى بولاية باتنة أحمد 11 سنة الشيخ 14 سنة فارس 8 سنوات عينة من أطفال حرموا من حق كفى له الدستور الجزائري أنا كانش وين نقرأ وما كانش مدرسة وين نقرأ وما كانش مدرسة وين نقرأ وصحاب يوم يقرأ وانا قاعد لنا في الدولة عمو رحمن يوء والله ما قرأ يقرأ ماذا؟ يما لا تقرأ ولا شم معلم وغيرا كان معلم وانا ينقرأ وكاعد ما كانش؟ كاعد ما كانش وما نقرأش سعيد الحظ في هذه القرية النائية من له أهل في عين التوتى أو حيدوسة أو مروانة يلجأ إليهم في رحلة الشتاء والصيف والحل الذي يراه سكان ابن مخلوف هو ترميم هذه المدرسة التي أغلقت خلال سنوات التسعينيات أو تخصص حافلة للنقل المدرسي المهم أن يقرأوا بأي طريقة يأما يحلون المدرسة يرقعوها يخدموها ويقرأوا الأولاد يأما يديهم العين التوتى أو الحيدوسة أو مقال نقل المدرسين غادرنا قرية ابن مخلوف وتركنا الطفل أحمد يتمعن النظر في هذه الصبورة أحيانا وجالس على هذه الطاولة يرسم أشكالا بقطعة جبس أحيانا أخرى وربما في ذهنه سؤال لماذا أنا لا أدرس فمن يتحمل مسؤولية أحمد وكل من هم في مثل وضعيته بقرية ابن مخلوف ترجمة نانسي قنقر